ماكو اي شي قدر ان يوقفها الكتابة اهي شغفها وراحت ورى طموحاتها حياة الله عطاها نعمة غير عن باجي الناس بصيرتها بدل البصر عطاها ارادة من حديد تكفي انها تحقق كل اللي يتمنى الكاتبة الشابة اللي عندها تسعة تحسنة فرح الصدي شونت بداية تم بسم الله الرحمن الرحيم اشكر قناة المجلس على هذه الاضافة واشكرك استاذ سلمان انا الله يسيرك ما تشكريني انا اللي اشكرتش الله عطيتش العافية ونورتيننا بالاستيديو ويريت كل الناس يكونون بمثل يراتتش وقوتتش الكتابة وهذا اول كتاب لتش اسمه صعب فرح عقد تستوجب الحل خبايا من بيوت العدل المؤلفة فرح الصدي اول شي الف مبروك على هذا الاصدار الله يبارك فيك ستا ثالي شي اذا بنتكلم عن المسمة يعطيني احاء شوية انها في قضايا صح صحيح القضايا هذه من وين من الواقع من الواقع طيب انت عمرتش ما شاء الله تسعة عشر سنة هل هذه اشياء شفتيها سمعتيها ولا من وحي الخيال هو واقع ممزوج من وحي الخيال من زين اذا بنعطي الناس شوية تهنت عن الكتاب يعني نعطيهم لمحة عنه شنقول اول شيء قد تستوجب الحل قضايا واقعية سردت بتحليلات نفسية يا اربعة عشر قضية متنوعة ما بين حوال شخصية وتجارية وجنائية ومديونية وجناح هل انت طالبة حقوق رح اتخصص حقوق بعد السنة هذه ان شاء الله ان شاء الله يا رب وربي وفقت هوستش بالتخصص خلاتش تكتبين في هذا المجال ولا لانتش انت اصلا يعني تسمعين وايد من الناس لا هو هوستش بالتخصص خلاني اكتب حق المجال وهو كتاب وقد تستوجب الحل فيه نظرة فرح المستقبلية حق نفسها يعني هنا فرح محامية وفي مكتبها قاعد تطرح القضايا اللي مرت عليها من موكلينها يعني اقدر اقول ان انت قاعد تشوفين نفسك بالمستقبل من خلال هذا الكتاب بالضبط جميل انزيل هوس الكتابة الحين عاد نروحك الاصل اللي هو بداية تكوين الفكرة وشون صار عندك ان انت لا انا احب اكتب متى كان هذا القرار بداية كانت بالمرحلة المتوسطة في مهارة التعبير الكتابي باللغة العربية كانت تلاحظ عليه قبلتي ان انا كتابتي مطبيعية يعني اختلف عن البنات شو اسمها رب الله الاستاذة تغريد العبدالله يعني اتمنى تكون تشوفني الحين ايه علشان تفخر بطالبتها فعلا انزيل فرح اي قولي بعدين بعد هذا انتقلت الى القصص القصيرة نشاط المكتبي لما كانت وصلنا نشرات على مسابقة القصة القصيرة كنت اشارك في المسابقة هذه جميل وعقبة في المرحلة الثانوية للحين بديت الطرق الى المقالات نشرت اكثر من مقالة جريدة الرولتين الالكترونية ايه وعقبة بديت اكتب الكتاب انزيل بديتي في الكتاب متى كتاب خدم معي السنة واربع شهور السنة اللي طافت بديت اكتبه السنة اللي طافت بديت اكتبه شنو كان اصحب بالنسبة لتش مرحلة كتابة وتخيل القصة وسردها ولا مرحلة التدقيق اللغوي والطباعة وغيرها لا ما كانت علي بداية الكتابة وهذا لانا كنت احب هذا المجال فما كان يصعب علي وانا اكتب لكن المرحلة الصعبة اللي كانت عملية النشر والتدقيق وهالاشواء انزيل في معرض الكتاب وانا ادري ان اتشاركت في معرض الكتاب شون كانت ردود فعل الناس اللي كانوا يجبون توقيع الجميل على هذا الكتاب الحمد لله كان اقبال جميل والناس كانت وايد مستانس ان كانوا يقولوا نحن فخورين فيتش كيف انت عندش اعاقة بصرية وكتبتي كتاب وانجزت هي هذه كانت كل ردود الافعال كلها فخورين فيتش فخورين فيتش حتى الزملاء الكتاب اللي معاي بدات السلاسة انا بس اردت سؤال احلم يقول ان اعاقة تي من يعيق اعاق معناتها يمنع اكو شي يمنعك سؤال لا طبعا بس هذا اللي احنا نبي فرح صدي في الكتاب ايضا حطيتي مجموعة من الاسامي انا اقول اسم انسى الباجي شكرا ابي جرح صدي منير الصدي غنيم البالول اسيل العنزي ومجموعة كبيرة من الاسماء ومن المملكة العربية السعودية يوسف الجبر الاسماء هذه وثقتها ليش بداية الاسامي الاولى اللي ذكرتها هذه لمن اثروا حياتي في وجودهم لكن الاسماء اللي بعدها اللي هو يوسف الجبر والاستاذ المستشار علاء الصدي ايه هذول اللي ساعدوا وساهموا بنشر هذا الكتاب ودلال الردعان ايضا مجموعة من الاسماء ساهمت في نشر هذا الكتاب طيب من المحتوى انزين هنا بالفصل الثاني عندك وللعدل قرار آخر سرقة بلا سارق الصاحب ساحب زيف الأخوة تكلمت عن مواضيع اجتماعية عائلية داخل القضاءة يعني هي مو موضوع والله قضية واحد مع شخص غريب القضايا الاجتماعية شكثر تهمتش؟ قضايا الاجتماعية شكثر تهمتش؟ يعني العائلية لما تقولين والله اثنين اخوان متخاصمين جدام القضاءة يعني هذا شي مؤسف صراحة ويعني سبب الزعزع انه كيف يعني اخوان يتخاصمون يعني يهم الموضوع وايد انه هو الواحد ان يتكلم فيه ان يعني جدير في النقاش وش كثر طريقة رسمتها انت لما يتي ترسمين هذه المشكلة لما انت تحطين المشكلة وانت بتحطي لها حل داخل هذه الرواية بينك وبين نفسك يصير لا ككتابة سيناريو للمشكلة شون تفكرين فيها؟ هل تحطينها من وجهة نظر الغلطان ولا من وجهة نظر الشخص المجني عليه؟ اكيد من وجهة نظر الشخص المجني عليه يعني بالنهاية انه هو المظلوم بالقضية ايه انه اكيد مش شخص الغلطان لانه هو الغلطان هو الظالم هو الظالم اه انذين حضرتي احدى احدى الجلسات المحاكم في الكويت؟ لا بس أنا متابعة لجلسات المحاكم في الكويت أنا أتابع حسابات في تويتر اللي هو أمن محاكم قضايا نيوز وهذه الأشياء فيحطون الجلسات اللي تحصل في القضايا فأتابعهم أنا متابعة لهم أول بأول يعني عارف شوال القضايا اللي تحصل في الكويت أول بأول أنزين رأيت بالرقابة فرح الرقابة مع الأسف يعني خصوصاً هل السنوات الأخيرة وعد قاعدة تكبل الكتاب وكتاباتهم أنا حصلت معي مشكلة في الرقابة بعيد؟ مم شنو؟ لكن نجوت منها قولي لي عين شنو اللي صار؟ في قضية في الكتاب اسمها علاقات مشبوهة هي تتكلم عن زنى محارب وتحت القضية في تحليل نفسي من دكتورة والاستابة دعاء الردعان هي أثرت كل قضايا بتحليلات نفسية فإنزين التحليلات النفسية للقضايا شلون؟ يعني قاعدة تقاس خيالياً بناء على شيء أنت حطيته افتراضي صح؟ هو الأغلب بالقضايا واقعية بس ما نزوجه بالخيال أنا صحيح دخلت الوقت لكن تخيل 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 تسبحت مثلاً في قضية هنا حق الشاب عبد العزيز فارس الذي ضرب في أحد شوارع الكويت نعم أنا تخيلت نفسي أنني كنت معهم بالمغفر لكن أنا ما كنت هي قضية واقعية لكن أنا مزجت الخيال معها يعني كأن تستمنيتي من خيال الرواي أن أنت الدافعين فالدكتورة دا قاعدة تعلق بناء على واقع إنزل قاعدة تحلل بناء على واقع فانتقدوا هذه القضية باعتبارهم أن فكروا أن أنا قاعدة أحرض على الفساد أن يعني كيف تكتبيه مشهد اقتصاب وهو أساساً مو موصوف أنا موصفة لمشهد يعني نعم بعدين مرت في سلام يعني فهموا وجهة نظرين أنهم أساساً ما كانوا مطالعين للتحليل النفسي هم قرأوا القضية وقالوا خاص ممنوع يوم شافوا التحليل نفسي وقعوا عليك قالوا لا صحيح أنت هنا قاعدة وصلين رسالة أن مثلاً شنو ممكن البنت يأثر عليها هذا الشيء بس حاربتي إلى أن حصلت على اللي أنت تابينه أي طبعاً حلو فرح دام أن أنت إنسان محاربة نزينه دائماً تابين حقك مثل معه اليديد شنو فرح شنو نحننطر من فرح رح تنطرون إصدارات أخرى من فرح رح تنطرون دار نشر من فرح رح تأسسين دار نشر إن شاء الله حلمي وليش لا؟ ماكو شيء بعيد على الله صح؟ أكيد وانتقادها أكيد الكاتبة شابة ذات التسعة عام فرح الصدي رح تنطرونها إن شاء الله في يديدها واللي تحقق حلمها إن شاء الله يا رب من خلال دار نشر إيه يتأسسها وكتابة شنو اسمها؟ عقد تستوجب الحل خبايا من بيوت العدل هذه بنت الكويت فرح الصدي شكرا لكم بعد الفصل